السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الخميس واحد شباط فبراير القمر الآن موجود في الميزان ورح يظل موجود في الميزان لغاية الساعة 38 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها القمر لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة 6 و27 دقيقة من صباح يوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لبرج القوس القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و4 دقائق من ظهر يوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزل للربح والحماية والثبات والسلام والصداقة والاستمرار الجيد بما أن القمر موجود في برج الميزان لغاية ساعات المساء معناته بالظل هاي الفترة هي أفضل فترة أو أفضل وقت عاطفي لتقوية الروابط العاطفية للعلاقة مع الأحبة أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية بنكون في هاي الفترة نشطين جداً اجتماعياً ومن ميل للإسترخاء والتأمل وبيكون الحب الرومانسي واضحين بين العشاق ولكن الغيرة ممكن تلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال الفترة هاي مننجح في عملنا أو أعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا أيضاً إقامة حفلة وإعادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ أي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين فجراً بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه ليفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفياً بالفترة هاي بتوروا ثورة عارمة من الغضب عند أي مواجهة أو أي انتقاد بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت وأيضاً هاي بتزيد من خيالنا وبتدفعنا للأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة برضو بتسببنا خصومات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جداً للصحة وخصوصاً الصحة النفسية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين عطارد هاي زاوية رح تكون الساعة تسعة وثلاث دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني آخر زاوية هي قبل خلو المسار بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع هاي زاوية هي مصدر للتوتر خصوصاً للي بكونوا متعبين من الضغوطات الحياة من المسؤوليات فعشان هيك ممكن أن نتعرض البعض للحوادث لا نحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة تسعة وثلاث دقائق صباحاً بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة مساءاً بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة مساءاً بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبيستقر عندنا في برج العقرب عشان هيك تبدأ مرحلة أنه ما بنعرف حل وسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا منتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة لأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فمن ممكن أنهم ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك وقراءة رواية مثلاً جديدة أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل أو الاهتمام بالعقارات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون درغتها الساعة 9 و22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء المساء عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية أما من ساعات المساء وما بعد بصغر عنا لعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المضايض البروستاتا عظم العانة والجيناد بالنسبة لهذا اليوم بما أنه عندنا خلوه مسار طويل فعشان هيك يعني فترة خلوه المسار أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية وخصوصا أنه خلوه مسار وانتقال للعقرب أيضا فعشان هيك يعني النسبة ما بتكون عالية ومطمنة إلا إذا كانت عمليات اضطرارية طبعا أيضا هذا اليوم يعني بالنسبة لعمليات التجميل الحقن وجراحة برضو ما بنصح فيها إلا إذا في دول ما قبل خلوه المسار أو ما بعد خلوه المسار فما في أي مشكلة يصلح لإزالة الشعر الزائد رغم أنه يعني الجلد برضو طيلة النهار أكثر حساسية برضو عليه على ما تستفهم يصلح لقص الشعر التجميلي ولكن الصبغ ما بنصح فيه الحنة بنصح فيها ولكنه أيضا لا يصلح للقص العلاجي القمر في برج العقرب معناته خلوه المسار القادم بيكون الساعة ثلاثة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم الأحد أربعة اثنين وبيستمر حتى تمام الساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعديها في برج القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر واحد وعشرين يوم في تمام الساعة تسعة وست عشر دقيقة مساء مصير اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة ستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم تسعتاش اثنين منتحس بنسبة أربعين في المية القمر في الميزان ورح ينتقل للعقرب زي ما حكينا في ساعات المساء ورح يظل في برج العقرب ليوم أربعة اثنين منتحس بنسبة أربعين في المية الآن في ساعات المساء منتحس بنسبة خمستاش في المية عطارة في الجدي حتى يوم خمسة اثنين سعيد بنسبة خمستاش في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستعاش اثنين اشتركوا في القناة وبلوتوف الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليت برج الحمل بيتركز اهتمامكم اليوم حول تدعيم شراكاتكم اذا تعرضت لاستفزاز حاول انك ما ترد عليه باستفزاز اخر اضبط عصابك لمصلحتك بممكن يعتر بطريقك ضرف صعب او تضطر لاخفاء سر او تقديم بعض التنازلات اما من ساعة المساء هنا بتنهمك في عادة تنظيم اموركم المالية اهمش انه ما تهملوا صحتكم تصبح الاجواء اكثر ايجابية وبتتجاوب معك برج الثور بالنسبة لما وليت برج الثور طبعا واصلوا اعمالكم اللي بداتوا فيها من قبل ما تبادروا لا اي عمل جديد من الان ولغاية ساعات المساء باكروا لا اعمالكم وما تسمحوا للواجبات بالتراكم وما تهملوا وضع صحي او مهم مهني نظموا جدول اعمالكم اما في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن ممكن تتعقد بعض الامور او تطرأ بعض البلبلة علجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية واحذروا القطيعة والدعاوى القانونية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بوسعكم قضاء وقت ممتع مع احباكم لغاية ساعات المساء وممكن تفرح لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة منعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من المتاعب واللوعكات الصحية اما في ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاذر من المشاكل الصحية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اتجنبوا ادخال اي تغيير على مسكنكم او شراء قطع تأثات للبيت من الان ولغاية ساعات المساء ولا تسمح لنفسك بالانجراف وراء الانفعالات وممكن تنشغل بحل مسألة شخصية وربما تقلق حول احد احبائك اما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم اي شي انك تلطف الاجواء وتحاول انك ترجع العلاقات لطبيعتها برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد اللي بده يتقدم لامتحان او بده يكون عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد من الان ولغاية ساعات المساء وما يعتمد على الحضوظ تتسارع وتيرت الحياة وبتكثر الاتصالات والتحركات فترة مثمرة جدا اهم شنك ما تقف متفرج اما في ساعات المساء بتفضل التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهم شنك تتجنب وتوبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء احذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة من الان ولغاية ساعات المساء احاول انك لا ترضى التعامل مع المبهمات والمجهول اطلب الوضوح لا سيما التفاصيل ساوم وفاوض لاسترداد حقوقك انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن اما في ساعات المساء بتنشطه في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار وبتكثر النشاطات وبتكون لك لقاءات عديدة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بالظل في قد كن بانفسكم كبيره وبعمكم النشاط وبتكون نشيط ومتحمس لغاية ساعات المساء وبتقوى على الصعاب وبتكون قادر على حسم الامور ممكن تبدأ صفحة مهنية او اجتماعية او شخصية مهمة جدا بالنسبة للك وبتنطلق بعزيمة وحماس اما في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم اهمش انه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب او حبيب ولا تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بظل التعب مسيطرة عليكم لغاية ساعات المساء اهمش انك ما تقحم نفسك في اعمال صعبة ومعقدة لان الجو فارغ من اي حسم او امل لا تحسم امر ولا تكون معني بطل في هاي الفترة حاول تضبط عصابك بناسبك العمل الروتيني فقط لا غير هو رح يطرأ تغيير للافضل على صحتكم في ساعات المساء لان القمر رح يوصل لعندكم فبتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا اليوم بين الاصدقاء اهمش انه ما تعملوا وحيدين بل شاركوا وساعدوا وتعاونوا مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرحوا بوجود احد الاصحاب وممكن اترفوا عن نفسكم في لقاء ودي غير منتظر اما في ساعات المساب تكنتبهوا اكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد لانها فترة فيفارغا من الحظ حللوا الامور بهدوء وابتعدوا عن الاضواء برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا عمالك الاعتيادي ما تبادروا لعمل جديد واضفوا طاقتكم وكرروا المحاولات السابقة وصحيحوا اخطاكم ابحثوا عن الدعم وما تضعفوا ممكن الثور معني هيك الثور لبعض الشروط والاعتبارات لكن حاذر اثارة العدوات اما من ساعات المساء بتلتقوا الاصدقاء بادروا لاملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمين بالكم لانه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم اهم اشي انك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اللي بدو يتقدم لامتحان او مقابل اليوم بدو يركز بشكل جيد وما يعتبر يعتمر او يعتمد على الحضوض نهايا فترة جيدة نسبيا ممكن هيك اتروج لمشاريعك بنجاح بتكون اتصالاتك مع الخارج او مع اشخاص خارج البلاد ناجحة لا تتردد في تكرار المحاولات بشجاعة في ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة ام مش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت اتجنبوا اي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة من الان ولغاية ساعات المساء بتطالعك فترة مربك بعض الشيء بدأ انه ممكن تقلق بشيء عائلي او شخصي بيتعلق بمستند او ملف فبدك تكون متيقض سوي بعض المشاكل واحرص على توضيح اي سوء تفاهم في ساعات المساء بتنشغلوا في مساء تتعلق بالسفر او اتصالات بعيدة وبصير هذا اليوم يوم مناسب لا اجراء مقابلة او اجتياز امتحان يعني اليوم اللي هي من ساعات المساء وما بعد ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة او تناقش موضوع ورح تناقش بقوة وذكاة وتتجرأ على رفض اي شيء ما بناسبك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة